اشتركوا في القناة يبدأ يفكر في العمل بعد فترة معينة بعد المنزل والامور هاي عشان هيك هذا البرنامج مسار مهنتي احنا بنقوم فيه تقريبا بتغطية الاعمال اللي ممكن تعادل فيها شهادتك في كندا او انك تبدأ في اعمال جديدة في كندا شو اللي لازم تسويه شو الطرق اللي لازم تسويها قديش التكلفة كم مدة الدراسة كل هذه الامور من هاي الشغلات اللي بنا نحكي عنها اليوم اللي هي موضوع مستشار الهجرة زي ما بتعرفوا فيه كتير ناس بدهم يجو ع كندا اللي بديجو ع كندا معظم الناس بطلبوا خبرة مستشار هجرة عشان يساعدهم في الابليكيشن مع انه بدي احط بين قوسين انه هذا الشيء مش اجباري من قبل الحكومة الكندية انك تأخذ مستشار هجرة ولكن المستشار الهجرة هنعرف شو اليوم كيف بيساعدك وكيف بيسهل لك الطريق اليوم معنا زميلة واخت انا بتشرف بوجودها معنا الاخت صابرينا الفقهاء اهلا وسهلا فيك صابرينا اهلا دكتور زمال كيف صابرينا بديتي انت تدرسي عشان تسيري مستشارة هجرة وان شاء الله قريبا راح تكوني ان شاء الله رب العالمين مستشارة هجرة وتبدأي تشتغلي في ملفات بنزويلا والموزنبيق ان شاء الله بالبداية بس بحب اوضح اني هون مش علشان اقدم استشارات هجرة هون بس عشان احكي عن المسار اللي لازم تسلكه اذا حبيد درس في هذا المجال حلو كتير طالما انه لسه ما عندي الرخصة انا مش يعني اللي بدي يسأل هلا هون سؤال كيف هاجر على كندا مش حنجاوب هذا السؤال مختصر لانه هذا مش موضوع الحلقة ولا اللي معنى السيدة لسه قانونيا يحق لها اعطاء الاستشارات القانونية طيب الاسئلة كلها هتكون عن المهن عن المهن بدنا نعرف مين صابرينا ليش فكرتي شو كانت مهنتك قبل ما تكون تبدأي في هذا المشوار وبعدين تحكيين لليش فكرتي في انا كنت بشتغفل لمدة 15 سنة تقريبا كتير رايتر كاتب تقنية معاي تلافذات أدب انجليزي في مرحلة معينة بيبحث عن الاستقلالية ببحث انه يكون عنده بيحب انه كمان يعمل اشي يكون مؤثر في الناس اللي حواليه فمن كتر ما الناس بيلي انه بنا نيجي ع كندا وعمليننا وخدينا يعني بكرون استشارة بفكروني وزيرة الهجرة هون نعم فحكيت والات يعني أنا أنا بعمل هالسرتيفكات بعمل هالشهادة ومنه بساعد هادول الناس لانه من حقهم انهم ياخدوا فرصتهم ويقعوا ويكتشفوا عالم آخر يمكن يكون فاتحة خير عليهم وبنفس الوقت أنا بكون عندي اللي هو الاستقلالي اللي أنا بدور عليها في مهنتي حلو حلو ممتاز فارحت درست فارحت درست رجعت لثالث مرة وحصلت على دبلوم استشارة هجرة وهلأ في البروسس تبع الإجراءات انه عملت يعني خلصت كل الركوين الانتري خلصت الدبلومة اللي هي المطلوبة وخلصت الامتحان ولسه بستنى بالنتيجة إن شاء الله فعيني خير إن شاء الله خير طيب السؤال الأول اللي هنسألك من هو مستشار الهجرة مين هاي المهن اللي عمنا نحكي عنها اليوم شو بقدم خدمات للناس مستشار الهجرة مستشار الهجرة يعني مصانع معجزات هو فقط مستشار لك بحاول إنه يخدمك بما يستطيع من خلال معرفته بالقوانين واللوح وطرق الهجرة ومجل الهجرة فبيحاول إنه تفتيو إنه يخليه يعطيك البرنامج المناسب لشهاداتك لعمرك للأكسبرينس تبعتك بالشغل فبيحاول إنه يلاقي لك هذا البرنامج المناسب لإلك ويساعدك إنك تحصل على الهجرة من خلال طبعا التزامه بالشروط والقوانين الكندية ومعرفته بأدق التفاصيل يعني أنت حكيتي أول ما بديتي إنه مستشار هجرة معوش عصى سحرية هاي حلوة أكيد أكيد لا يعني مش هو اللي تبحث في الاستشارة أكيد لا كمستشار هجرة هو بيعمل جهده إنه يساعدك طبعا عنده واسطات يمكن في الحكومة يدخلك وما يدخلك ولا ما في منها الحكومة لا إطلاقا ما في هالشي إذا أنت كواليفايد إذا أنت عندك التعليم المناسب في العمر المناسب في خبرة العمل المناسبة ممكن يحاول إلاقي لك برنامج إنه يناسب كل هالمهارات هاي اللي عندك والكواليفيكيشنز ويقدم الطلب بشكل صحيح بدون أخطاء بدون الحاجات أحيانا الواحد بشغلة بسيطة ممكن تخلي طلبه يرجع أو يرفض فمستشار الهجرة بيضمن إنه هاي الاستمارات بتتعبى بطريقة قانونية صحيحة بدون أخطاء وطبعا القرار النهائي للأوفيسر اللي هو بتطلع على الطلب تبعك وبشوف طبعا أنا في واحد بعتلي قال لي مستشار الهجرة تبعه متصور مع جاستن ترودو فعنده واسطات مع جاستن ترودو هل فيه كلام منه قدر حكي؟ أكشوالي هذا ضد القانون ما بصير إنه واحد إنه يعطي ناس فكرة غلط عن وضعه كمستشار الهجرة مستشار الهجرة ما هو إلا يعني زي وسيط بين اللزبون وبين الحكومة بيقدم كل الحاجات المطلوبة والقرار مش إله نهائيا ما بس إذا كان مستشار يعني فهما بيفهم بالقوانين بيعرف بعرف القانون مضبوط بعرف اللوائح الكندية ساعتها بيقدر إليك إليك طرق إنه يساعدك فيها أكثر يعني بشكل يعني أكثر من اللي ما عندوش خبرة مثلا بس إنه حتى لو عمل هيك القرار النهائي هو بالنهاية لموظف الهجرة اللي بتطلع على الفايل تبعك وبحكم عنه أو القاضي طبعا إذا فيها قضية إذا فيها آه إذا صار فيها أبيز طبعا إيبا بتقولك I'm done with my diploma too مبروك يا إيبا أنا لو عارف كان جبتك أنت وصابرينو حكيتم مع بعض على الموضوع ألف مبروك ألف مبروك ممكن تعملوا بزنس مع بعض أنتو التنتين بتشرف ما فيش وسطات ولازم مستشار يقولون حملوه في حدود القارون طيب أنا بدي أسأل سؤال أستاذة صابرينو كتير ناس بيجيبوا لك أنا بدي مستشار هجرة شاطر بعدين بيجيك واحد بيقولك لا هذا المستشار هجرة مش شاطر إيش الكلمة هاي شاطر يعني من وين إحنا ممكن نطلع عليها كأنا واحد جاي بدي أختار مستشار هجرة شو شو الكلام تشاطر هل هل الكيسز اللي نجح فيها هل كلام الناس ما بعرف ايش كلمة شاطر بالنسبة له يعني طبعا الركومنديشنز من الناس هاي بتكون انديكيشن يعني انو عمل شغلي كويس لحدا معين فهو بنصحك فيه بالتأكيد سنين الخبرة إلها دورها المجال اللي بيشتغل فيه فينا فيه مستشار هجرة متخصص بالرفيوجي مثلا باللجوء فيه مستشار هجرة متخصص بأشياء تانية بس بيشتغل فيها فأكيد يعني الناس يمكن تتطمند له أكتر بما إنه هو مشتغل في اللجوء كتير فبيحكي لك إنه هذا شاطر يعني إنه بيعرف ما داخل برنامج الرفيوجي من A to Z بس طبعا يعني كل واحد لما بيعمل شغله بشكل مضبوط وبيعرف القوانين ما في حاجة اسمها شاطر ومش شاطر فيه حاجة اسمها حدا عمل شغله وفاهم شو بشتغل وفيه حدا يمكن ماهتم كتير يعني إذا واحد يجي عندك ولا سمح الله طبعا بس تصير مستشارة هجرة لا سمح الله رفض طلبه هل معناه هذا إنك أنت مش شاطرة ولا لا طبعا فيه كتير مستشارين هجرة لهم عشرات السنين إنه بترفض طلباتهم فيه بتتابع هاي الطلبات بطرق أو بأخرى عن طريق الأبيلز عن طريق تغيير الفاكت أو الريكوارمنت اللي انحكم من خلالها عليه وبيرجع الواحد بيقدم يعني تتضى end of the word زي ما بحكيه بس لا أكيد يعني بارتفض يعني هذه نقطة مهمة جدا لالناس تفهمها إنه مش معناها عندي مستشار هجرة إنه ملف في مية بالمية حيقبال هذا كله راجع لوزارة الهجرة والأوفيسرز اللي موجود أو صاحب القرار اللي موجود في الوزارة طبعا بناء على التعليمات اللي عنده طيب خلينا نبدأ في حسنات هذه المهنة إيش حسناتها وبعدين حننتقل لسيئاتها أو صعوباتها مساوئها كعمل حسناتها بالدرجة الأولى إنك بتأثر في حياة الناس بشكل كبير يعني أنت لما بتجيب شخص لاجئ في بلد معينة وبتفتح له مجالات في كندا يعيش هو وأولاده وأولاده يكبر ويتعلمهون ويبنوا حياتهم يعني أنت بتشوف ثمرة جهدك عم تطبق عملياً في الحياة العملية بتخدم الناس من خلالها وهذا إيش يمكن أنت ما بتلاحظه لما بتعمل شغل روتيني بأي مجال تاني بشغل مكرر وخلص هو ضمن مجموعة أشياء تانية ما لهاش الأثر الكبير على الحياة بتحس بالفرق طبعاً هي شغلانها مجزية بالنهاية للمستشار كمان يعني هو ممكن واحد يعمل منها good living إذا يعني إذا أخذها على محمل الجد وإذا وضع كل جهده وعمله وخبرته فيها ممكن تكون it's a good living يعني كماناً كمهنة فيها لها دخل جيد فيك أكيد 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 واضح طيب مساوئها هل مثلاً overtime هل شغل كتير بالweekends حاصلتاً أنه معظم الناس في الدول العربية بيجي بتصل فيك نص الليل صحيح هو لأنه كمان فيه اختلاف بالتوقيت فأحياناً بيكون هم موقت مناسب للشخص وأنت مش مناسب لإلك بس إنه متطر أحياناً إنك تتجاوب ممكن يكون شغلة urgent ممكن حدا جاي على الآن في المطار مثلاً بده إياك ممكن حدا على البوردر بده إياك يعني تقريباً اللي بدي يشتغل هيك شغلاني لازم يكون فليكسبل وعنده يعني استيعاب لظروف الناس اللي هو بيشتغل معاها وحاولت أكوموديت دم أزماجز هي كان يعني على قدر مستطاعت طيب الآن أنا وأنا بحكي معك يمكن قبل الحلقة حكتيلي إنه للأسف الريكويرمنت اللي أنت مريت فيها حتتغير كريكويرمنت صحيح إنسي اللي سوتي لأنه ما أتوقع إنه حدا حيستفيد منه للأسف خلينا نبدأ بالشغل اللي حتصير قريباً لأنه لسه ما صارت فما نقدر نشيب حدا كمان درسها إذا عندك العلمات عنها هو من بداية جانيوري 2021 رح يصير البرنامج اللي أنا درسته هذا في الكوليج رح يصير نعطى بس في جامعتين واحد بتعطي إنجليزي واحد بتعطي فرنسي اللي هي جامعة كوينز جامعة كوينز بتعطي البرنامج الإنجليزي وجامعة شير بروك حتعطي البرنامج الفرنسي ورح يكون مثلاً إحنا البرنامج والمفروض سنة ونص إحنا دي كوندنستت في في تقريباً ثمان شهور ماشي رح يكون الريكويرمنت إنه هذه المدة كلها سنة ونص تقريباً ستقضيها في الجامعة سنة ونص رح تصير رح يصير سنة ونص نعم والبرنامج اللي أنت أخذت قديش مدته؟ البرنامج اللي أخذته كان مكثف يعني هكي جمعوا كله بطريقة متسارعة كثير وأخذ ثمان شهور معنا يعني تقريباً ضغطوا بس هذا كان مضغوط ضغطوا بس طيب هل في عدد كورسات معين تقريباً 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 مجهود مكثف طبعاً فل تايم فل تايم طيب على بس تخلصي المادة هاي في عندك اختبار على كل مادة ولا فيه اختبار كامل لكل بالكوليج طبعا كان كل كتاب فيهم يعني هذا واحد من الكتب اللي أخذ معهم بس هم عبارة عن يمكن ست كتب كل كتاب فيهم ورجينا ورجينا تخنوا بس لا هذا الصغير هذا تمام هذا الصغير فبعد ما تخلص كل يونيت فيه لك امتحان ميد سمستر وفاينل ميد سمستر وفاينل وبما انه كان كورس مكثب يعني ما كناش نعرف نحك بوسنا من الانشغال لانه ما بتلحق كل اسبوعين تقريبا في عندك ميد سمستر والسبوعين اللي بعديهم في فاينل يعني شهر عشان تغطي الكتاب هذا فيا يعني زمان انت كنت بتحدد المدة اللي بدك تخلص فيها الكورس هلأ مجبر انت مع الجامعة او الكوليج هلأ الجامعة بدها سنة ونص يس طيب قديش تكلفته تقريبا في الجامعة بتعرفي او في حاليا يعني التكلفة بين يعني اميغرانس لا كانوا خلطة بصراحة كانوا خلطة من كل انحاء العالم عرب على هنود على لاتينوز على فلبينية يعني من كل انحاء العالم كان في اظن يمكن واحد او اثنين كانوا خلطة بصراحة يعني خلطة بصراحة كانوا خلطة بصراحة الباقي معظمهم اميغرانس لانه بتعرف يمكن اسهل عشان اللغة والتواصل مع انهم مش شرط هذا يعني ايا واحد ممكن طيب الريكوارمنت تبع اللغة انا سمعت فيه ريكوارمنت عالي للغة نعم الريكوارمنت تبعت اللغة لازم تحصل الـ CLB9 اللي هو Canadian Benchmark صح Canadian Language Benchmark يس لازم تجيب فيها CLB9 ممكن تستعمل عدة امتحانات منها كيل منها آيلتس منها سلبيب اي اختبار انت بتختاره لازم تجيب فيه CLB9 هذا تقريبا بالآيلتس قديش بطلعه بالآيلتس اي تنك تمانية باللسننج وسبعة سبعة سبعة في الريدنج ورايتنج وسبيك يعني لازم يكون لغة كويس كتير اه طبعا لانه لانه بالنهاية انت مش بس بتعبي فورمس انت كمان بتروح عالمرات بتمثله في الجلسات الاستماع بتروح بتدافع عنه اذا يعني اذا هم مزنوعة على البوردر بتتصل فيك بدك تروح بدك تحكي معاهم بدك تفهمهم يعني وتفهم منهم شو اللي بصير فطبعا مزنوعة طبعا مزنوعة طيب ما فيه مزنوعة غيرها؟ هل بطلبوا منك شغلات سابقة سي فيه؟ ركومنديشن لاترز؟ الريكوارمنت هي زي ما حكيت اول شي لازم كون عندك الشهادة تخلص الدبلوم مستشار هجرة من الجامعات اللي او الكليات اللي معترف فيها بالنسبة اللي هو المجلس طبع المستشاري الهجرة الكندي تاني اشي بدك تعمل اللغة اللي هي تحصل على CLP9 ممكن تعملها بنفس الوقت اللي انت بتدرس فيه لانه كل شي بياخد وقت كل شي بياخد وقت واذا انت ما نجحت في امتحانك او ما جبت المعدل المطلوب في اللانجوج لازم بدك تعيده فالاعادة كمان بتاخد وقت فأنا يعني نصيحة انه اعملوه من بداية انتوا ما تدخلوا على الكورس اعملو اللغة علشان لو خبستو في ما جبتو العلامة المطلوبة تعيدوا براحتكم يعني ممكن تعيدوه as much as you can يعني ما في مشكلة لحد ما جيبوا الرقم المطلوب بعد ما تخلص هلا أنا البرنامج اللي اخدته كان من ضمنه الانترنشيب انه هو شهرين بدك تروح تطبق مع مستشار هجرة رسمه في مكاتبهم يعني علشان تاخد الخبرة العملية وتشوف كل اشي على طبيعته لان الدراسة احيانا ما بتعطيك الصورة الواضحة عن كيف الامور بتتم فلما بتروح فلما بتروح على المكتب الهجرة وبتشتغل بايدك وبتشوف كيف الامور بيعالجوها هناك فهي طبعا بتضيف لخبرتك وكان كتير طبعا مهم هذا فأنا كمان نصيحة تانية إذا البرنامج فيه كو أوب أو انترنشيب لانه اكيد مش رح تندم ورح تتعلموا الخبرة العملية اللي احنا كطلاب يعني بنكونوا تخرجين بحاجة بحاجة كتير انه نشوف هلأ بالنسبة للمنهاج في أي كوليج انت بتاخده في أي جامعة هو المنهاج نفسه لانه هو مقرر من المجلس المجلس ايش اسمه المجلس التنظيمي لمستشاري الهجرة اللي هو l-ICCRC Immigration Consultants of Canada Regulatory Council هم اللي بيقرروا المتيريال هاي فوين ما تروح يعني الاخت هبه هلا قالت يا نفس الكتاب اللي هي بتاخده فهي نفس المتيريال وين ما بدك اللي بيفرق هو الquality of education يعني في جامعات بتاخد بتاخده very seriously وكليات بتاخده very seriously فيه كليات بس بدهم يعني خلصوا فبدك تدور على الكليات تشوف الـ Reviews تشوف الطلاب اللي طبعا هذا الزمان على فش هلا بدك تختار هاي الكليتين يعني اعتقد لغاية امتا لغاية جانيوري I think they still can they still can they still can على حسب علمي بس طبعا هما يروحوا على ICCRC ويبسايت وحيلاؤوا كل المعلومات كما بس طيب يعني اجتزنا الامتحان بدنا نقدم الآن لمزاولة المهنة لا هلا قبل ما تقدم على مزاولة المهنة خلصنا الدبلوما نجحنا تخرجنا ماشي عملنا عفوا 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 أستاذ صابرينا حكينا انه مدتها كانت تتراوح بين 8 أشهر حوالي 8 أشهر إذا ضغطوها الآن مدتها سنة ونصر رح يكون من شهر واحد تكلفتها حوالي 10 ألاف كتب وما كتب بس نختصرها امتحانات زي هك كنتك تدرس أي شغلة آخر نختصر على الدبلوما تفضل حصلنا على الدبلوما خلصنا امتحان اللانجوج أخذنا العلامة المطلوبة في اللانجوج تمام هلا اللي بدك تعمله إنك بدك تقدم طلب لل ICCRC عشان يسمحوا لك تقدم امتحان الرخصة فلازم وفقوا عليك علشان يوافقوا عليك بطلبوا منك أشياء إنك إثبتات أول شي إنك خلصت الدبلوم تبعك الريكورمت بطلبوا اللانجوج كانوا أول يطلبوا البوليس بس هلأ صاروا يطلبوها بعد ما تنجح بامتحان الرخصة فبعتوا لك إنه أوكي وي أبروف إنك أنت تأخذ الامتحان تدفع الرسوم الرسوم حوالي 500 دولار للامتحان وبتحجز موعد هو الامتحان بينعمل تقريبا كل ثلاث شهور فبتحجز موعد للامتحان نحن عملنا أونلاين علشان كوفيد يجوالي ما كانوا يعملوا يعني ها أول مرة بعملوا أونلاين عادة بيعملوا في القاعات يعني فأنت بتختار السيتر اللي بدك إياها واليوم اللي بدك إياها وتروح بتقدمه بعد ما تطلع النتيجة الامتحان كيف بالنسبة للدبلومة أو امتحانات الدبلومة الامتحان الامتحان هو عبارة عن 140 سؤال لازم تخلصهم خلال 3 ساعات يعني 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 دائتين تقريبا أسوأ بيكون في عادة كيسز 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 بدك تحلل يعني كيسز وتجاوب على أسئلة من خلال تحليلك لهذه الكيس فالوقت بيكون بري 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 كريتكل أحيانا بيكون في كالكوليشن لازم تنعمل يعني انت بدك مثلا تحسب البوينت اللي بدي ياخدها المهاجر هذا عشان تشوف أي برنامج بيزبط معاه فهذا كله بياخد وقت احنا كنا يمكن محظوظين انه ما جيبونا كالكوليشن كتير بالامتحان هذا فالحمد الله مش الحال بس في العادة بيجيبو الاجتياز لازم يكون 75% علامة الاجتياز لا 75% شو كمان العرب احنا كويسين لدينا 50 ما فيش 50-50 وإذا اجبت 49 بنجحوك بنجحوك بزا بزا طيب خلصنا الامتحان ونجحنا عفوا إذا لو سمح الله ما نجح الواحد في له عدد معين من الترايل صحيح في ممكن يقدم ثلاث مرات اوكي اذا ما نجح بالثلاث مرات he has to apply again من البداية لازم يعمل application جديد هلأ بعد ما تخلص البروغرام لازم ونجحنا بالامتحان تبعهم بدك تبعث للحكومة لل ICCRC عدة شغلات علشان يعملوا عليك background check من ضمن هاي الأشياء police certificate اللي هي شهادة خلوه من الجرائم لكل بلد عشت فيها بعد سن 18 سنة لمدة 6 شهور أو أكتر أوف زي تبعت الهجرة هاي زي لما قدمنا الهجرة نعم ف لكل بلد عشت فيها بدك تجيب police certificate بدك تكون عمرك 18 سنة وأكتر طبعا أقل من 18 سنة ممنوع تقدم على الرخصة أو الامتحان لازم تكون كندي الجنسية أو PR أو طبعا registered Indian علشان لازم ما يكون عندك bankruptcy أو عندك مديونيات يعني مشاكل في credit وهيك شي ف بعد ما تخلص كل هاي الأمور ببعتو لك إنه مبروك وافقنا عليك هلأ بتروح أنت بتختار الاسم اللي بدك تسمي البزنس عليه أو شركتك عليه وبتبعتها لل ICCRC مرة تانية علشان يوافقوا على الاسم إذا وافقوا على الاسم بتاخد الاسم والمعلومات كلها وبتروح بتسجل البزنس في ك الاسم بالمعلومات في كندا نعم طيب مالي السؤال تسألك يا هبة يمكن عن الامتحان عشان ما نبعد بتقولك معظم الأسئلة كانت في الامتحان عن اللجوء ولا لا ما ما بعرف إذا بقدر أجاوب هك سؤال هبة انت بتعرف الروز كتير بس هو يعني إجمالا كان موزع يعني موزع في كل الطبيب هناك يمكن تسأل لماذا هاي الروز معظم الامتحانات في كندا ممنوع تناقشها بعد الامتحان هذا يعني policy صحيح صحيح طيب إذا إذا عملت الامتحان في عندك كل سنة سنتين لازم ترجع تعملي تجديد للرخصة أو شيء زي هيك أول شيء لازم تعمله قبل ما تبدأ إنك تبراكتس الاميغراشن كونسولتين لازم تشتري تأمين اللي هو errors and omission insurance هذا بيكلف تقريبا من 250 إلى 270 دولار سنويا علشان يعني حماية لأي أخطاء ممكن تحصل في البزنس يعني تاني شيء في رسوم سنوية للنقابة أو للمجلس اللي هي حوالي 1809 دولار يعني بتحكي عن 2000 وإشي بس هدول سنوية هدول سنوية بالضبط تاني إشي مطلوب منك إنك في دورات بينظمها المجلس التنظيم الكندي اللي هي 112 al undertak CDU es المنظمة 5 Walks هذه م소 انت ما عملتها ممكن يغار موك 250 دولار إذا ما عملتها خلال الفترة المطلوب منك أنك تخلصها يعني إذا continuing education أكيد غير هيك في كمان 16 ساعة of continuing professional development اللي هي CBD courses هذه كمان لازم تخلصها خلال السنة وإذا ما خلصتها بدفعوك 150 دولار غرامة فأنت مطلوب على كل المحاور يعني قبل ما تمسك أي كيس بتكون يدفع عليك أربعة خمس تلافية كدو أنت بالزبط هي هي هيك بالزبط طيب هلأ خلينا يعني نسأل سؤال ممكن نحن نسأل دائما شو الـ average تبعت الـ income أنا عارف لأنه هذا زي شغل حر فالـ average هيكون صعب يعتمد على نفسك بس هل فيه average بعتوكوا إياه في الـ college بيحكو لكم عنه؟ ما فيه average أول شي لأنه فيه ناس بتشتغل بالـ investment يعني هما بدهم يجوا مستثمرين هالدولة يعني أكيد العائد تبعهم غير اللي بدوا يشتغل في الـ refugees غير اللي بدوا يشتغل في الـ skilled workers فصعب صعب أنه يكون فيه average حسب أنت قدير تحط جهد قدير تحط وقت يعني في شغلك قدير تقدر تجيب زباين وشو المجال اللي أنت اختارت أنك تكمل فيه؟ يعني زي تخصصات تقريباً آه طبعاً يعني أنت هلأ مفتوح لك المجال بدك تشتغل في الـ investment بتشتغل بتجيب investors لكندا بس هالدول طبعاً بيكونوا قلال كتير لكن العائد تبعهم كتير عالي الـ refugees مليانين بس أحياناً ما بيكون فيه يعني داخل الكبير مش هالداخل الكبير skilled workers كمان مش بطل يعني فيه عداد من يحدهم يجي انه they're qualified as skilled workers وهذا يعني برضو عادي يعني مش هال wow money بس إنه حسب أوكي يعني ما أعطتيناش رقم بس جوابتي بدبلوماسية جيدة ما هو فيه شرقم which is fair لأنه أنا زي ما حكينا إنه هذا self تقريباً employed business فإذا أنت نايم في الضار ما هيجيك فلوس إذا أنت شتغلت هيجيك فلوس بسه طيب أنا بدأ سأل سؤال يعني إحنا كنا بنعرف يمكن اللي بره كندا بستغربوا هذا السؤال لكن إحنا في كندا عندنا كندا إلها قانون وكيبيك إلها قانون صح حتى في اليميغريشن كندا إلها إميغريشن خاص فيها وكيبيك إلهم هيكت زي إميغريشن منيستري لحالهم أنت كمرخص هل تقدر تشتغل في كل كندا بما فيها كيبيك أو أنت مرخص بس بأنتاريو أو أنت مرخص بكل كندا ما بتقدر تشتغل بأنتاريو بيكيبيك بيكيبيك لأنه إلهم ترخيصهم الخاص بس ممكن أنك مثلا تتعاون مع حدا من هناك أنه هو يمسك القضية ويمشي فيها وأنه يشار الإكسبنسز مع بعض بس بشكل عام يعني أنتو مرخص لكم العمل في كل كندا مع هذا كيبيك مع هذا كيبيك نعم يعني ليس ترخيص مقاطعة هو ترخيص فدرال حسب كيف تسجل الشركة تبعيتك تسجلها في أنتاريو تعمل بس بأنتاريو تعمل في كل المقاطعات مع هذا كيبيك طب أنا لم أريد أن أركز على هذه النقطة تعمل في كل المقاطعات معناها أنك تستطيع تفتح أفكار في كل المقاطعات أو مثلا أنا مسجل رخصة في أنتاريو معناها بقدرش أفتح أوفيس في منيتوبا ولا بقدرش أجيب ناس يجوا إميغريشن على منيتوبا لا هو منيتوبا كمان يعني في إلها برنامجها الخاص برنامج هجرة خاص وفي إلها اللي هو الفيدرال البرنامج الفيدرال هذا اللي بغطي كل المقاطعات وفي كل مقاطعة إلها برنامج خاص اللي هو الـ PNP الـ Provincial nomination programs هذولا يعني بيكونوا خاصين للمقاطعة نفسها مثلا اللي واحد بدو يقدم عن طريق الـ PNP طبع أي مقاطعة تانية بريتش كولومبيا منيتوبا لازم لازم يكون إقامته هناك ما بينفع يقدم هناك على البرنامج تبعهم ويجي يعيش بأمتالي آه بس المستشار الهجرة بيقدر يقدم له؟ بيقدر يقدم له طبعا بس هو على أساس أنه يلتزم في البرنامج اللي هو جاي فيه وإذا ما لتزم أكيد لها على الـ Application طبعه لأنه بعد هيك لما يجي أقدم على الـ Citizenship they can question it أنه أنت جيت على الـ PNP الخاص بالـ Provincial لأنه ليش عايش في أمتاليو ممكن هذا تقوزهم الـ PR طبعا أوكي طيب واضحة هذه النقطة لأنها يعتقد حتى في ماذا نحكي بـ Cases لأنها بعيدة شوية طيب خلينا نحكي بسؤال بتعلق في التسويق لهذه المهنة اندي برأيك إيش أفضل طريقة للتسويق لمستشار الهجرة هل هو عن طريق السوشيال ميديا هل هو من الناس الزبائن اللي يجوا ريكميند يو for others هل تتوقع أنه في طرق تانية لأفضل تسويقها نعم هو بيكون عادة السوشيال ميديا أكيد مهمة بوقتنا وأكيد تخدمنا كثير بمجال الدعاية ممكن طبعا الدعاية التانية تكون عن طريق أنت شخصيا تروح تعمل مثلا أنه أنا بدي أروح على الأردن وألتقي الناس اللي هما مهتمين بالهجرة وأحكي معهم يعني أجمعهم مثلا في هتيل في قاعة في إشي وأحكي معهم وتكون هادة منها دعاية ومنها أنه تجيب الزبائن برضو يعني بتروح في منها بيكون عندك في دول تانية وهم بيعملوا باللوكل نيوز بيبرز والدعاية وبيسوقوا وبيعملوا كل شي وإنت بس اللي بتعمل المعاملة هما بيي يريد الناس لإلك وأنت بتكمل في المعاملة طيب أنا بدي أسألك يمكن سؤال مرتبط في موضوع التسويق اللي هو التعامل مع الزبائن أو اللي بدهم يعملوا بتعرف أنت يمكن 90% يجيك طقحنك زي ما بيحكم يعني قرقر قرقر وهو لافف على 50 مستشار وال50 مستشار قالوا لهم ما بتقدر تطلع على كندا وخلص لأنه بتعرف الوضع والهدف وهي فكيف أنت ممكن تفلتر يا دول الزبائن يعني خاصة أنا أنا مثلا أنا 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 مش مستشار وليس وبيجيني بال ب الممكن باليوم 10 على 12 1 بدهم يجوا عا كندا لأنه أنا موجود في كندا فما بالك لما تكون تكاتب على حالك مستشار هجرة صحيح أول شي بتطلع على تبعتهم يعني بدك تسألهم عدة تأسئلة شوف تبعتهم وإذا فعلا عندهم المطلوبة تقدر أنك تساين معهم الأجريمنت على طول يعني تخليهم وقعوا الريتينر أجريمنت علشان يعني تضمن أنه تعبك مش حيروح على الفاضي أنه فيه ناس فعلا بتروح بتلف من شخص لشخص لشخص بس أنه بجمعوا معلومات وبالآخر بيختاروا شو لا واحد منهم وجوز روحوا يأخذوا المعلومات هاي ويقدموا لحالهم فإنت كمستشار هجرة يعني بيصير وقتك كتير مهم وعندك مئة ألف حاجة عم بتتابعها فما بدك تضل تضيع يعني وقت طويل وساعات مع أشخاص مش جديين في حاجة يسمها consultation fees يعني بدك تسأل الأسئلة ادفع ال consultation fees هاي بتكون indication قده هو الشخص يعني جدي أو مش جدي برضو في السؤال وفي اهتمامه هاي تعرفي مرة أنا واحد سألني عن مستشار هجرة بعدت له مستشار هجرة فقال لي بعثت لي الواتساب قلت له أوكي هاي الواتساب بعثت له الواتساب بعد يوم الصبح تاني يوم الصبح بتتصل فيه بقول لي يا أخي ما ردش علي قلت له طيب انت ايش بعتت له يعني الفايل بقول لي لا بعتت له واتساب عمل لي سكرينشوت للواتساب صباح الخير أنا بدي هاجر على الهجرة بدي هاجر على كندا رد علي بسرعة يعني يعني حتى المسيجي قلت له يا زلم لو انك بعت مش مستشار هجرة لا هي واحد ما حيرد عليه ففعليا في ناس يعني بسرعة هلأ بدي يطلع على كندا يعني بقول لك لا واحيانا مستشار الهجرة بكون عنده مئة ألف قضية عم بتتابعها يعني ما عندوش وقت انه ينتبه بسرعة على كل مسيج بتجيه من أي شخص يعني عنده فايلات عم بتابعها عنده critical dates لازم يعملهم فمش دايما بيكون في availability يعني لازم الزباين تفهم هذا لحكي لأنه زبون اللي عندي برضو بديش أضيعه أنا اللي موجود عندي بدي أخدمه بدي أخدمه وفي deadline مثلا انت لازم يتقدم اشي في وقت معين وإلا تفقد الحق بانك تقدم عليه فتخيل لما يكون عندك فايلات كتيرة وكل واحد فيه deadline مختلف وكل واحد مختلف بدك يعني الأفضل أنه تبعث تبعث وتنتظر يعني أكيد ومعنى وكان فيه consultation فيه تدفعها فيه ناس بدفعه 100 ناس بدفعه 200 ناس 300 حسب هذا وممكن هذا بتسرع لك موضوع consultation لا وأكيد الconsultant ما بده يخسر أي زبون جديد هو حيرجعله حيرجعله بس يعني إنه ما يكون في ضغط كبير يعني إنه هلأ هلأ رجعلي يمكن ما بتثبت دائما طيب اسمعنا عن شغل اسمها ghost consultants عندك معلومات عنهم هم هدول اللي ما سأكون فترة وعادوا بمسكوا فيهم والله ما ما بعرف يعني يمكن جمال فيه قصص كتير بتصير بالموضوع الconsultation و للأسف بدون بدون رخصة بيشتغل بدون رخصة يأ وهدول للأسف بيعطوا انطباع سيء عن الناس اللي بتتعب فعلا وبتشتغل كconsultant فهدول الناس عم بتخرب عليهم يعني ف انتع لشان تتفاد هالشي لازم لازم تعمل your own research قبل ما تاخد اي حدا لازم تبحث عنه تشوف انه هاد حقيقي ولا مش حقيقي روح على الويبسايت اتصل التليفون شوف اذا حد كاتب ريفيوز او مش ريفيوز عنه يعني اعمل your own research ما تكون فريسة سهلة للناس السيئة هاي اللي هما they just want to hunt the vulnerable people اللي هما مساكين يعني واحد عايش بفلسطين شو بدي عارفوا مين الكونسلتنت المزبوط ومين اللي مش كونسلتنت مزبوط يعني it's hard حتى احنا اللي عايشين هون مرات ممكن ننخدع صحيح وهذا هدفنا انه احنا نوصل للرسالة الصح اذا حكيت انه بيقدر يروح على الموقع اللي هو ICRCC اه طبعا ويحط اذا يطلب الرقم مثلا يطلب منهم الرقم الشخصي طبعه انه يحطه هناك فممكن يدخل الرقم في l-ICCRC ويبين مين اكتب مين مش اكتب مين عليه مشاكل مين معلوش مشاكل كل هاي المعلومات بتنتشر يعني بس بدك حدا انه يعمل his own research ويدور اذا ما في حجة يعني ما في حجة علينا اللي المهمل وما بده يعمل ال research اكيد يعني ممكن يقع بحبال النصب والخداع لكن اللي ماشي صح وبعرف كيف يعني الموضوع هذا ممكن كبير جدا ومش سهل انا حابب اشكرك في النهاية بدي اعطيك المجال تحكي لنا تنخيصا سريعا شو اللي انسناها مثلا او اي اشي بتحبي تحكي لالجمهور خاصة اللي حابب يدرس هاي المهنة بدي احكي لهم انه هاي المهنة مش لكل حدا مش كل حدا بقدر يعملها ليش لانه بدك تكون عندك صبر كتير وانسانية مع مع بعض يعني بدك تكون انسان وعندك جانب انسانية لان كل واحد بيجي عندك عنده قصة عنده يعني كان مر في ظروف محدش بيعرف شو هي فبدك تكون عندك الاستاذات تسمع له منيح بدك يكون عندك المام بالمهنة هاي من ال-A تزاد لانه اي خطأ انت سواء في دورك كونسولتانت او في الطريقة اللي انت عم يبراكتس يور كونسولتاشن هادي يعني اي خلل فيها ممكن يؤدي انك تخسر الرخصة يعني ففيها كتير بدك تلتازم فيها حتى على المستوى الشخصي اذا انت مثلا سرقت ارتكبت اي جريمة تاني مالهاش علاقة بالكونسولتاشن هذا هذا ممكن يخسرك يعني شهادتك اذا عملت فروض اذا كذب اذا حاولت يعني تتشاطر في الابليكيشن وتلفق ستوريز وهيك هذا كله طبعا حينعكس انك انت تخسر رخصتك وفي ناس فعلا خسروا رخصهم طبعا طبعا فاذا ما عندك القدرة انك تتواصل مع الناس وتفهمهم وتكون مستمع وعندك حتى تفهم لهجات الناس لان كل واحد حتى اللي بحك انجليزي كل واحد لهجة مختلفة لازم يكون عندك القدرة انك تفهم هاي اللهجات علشان يعني تعرف شو بدهم وعندك القدرة على التحليل والبحث يعني لانه فيها قوانين كتير احنا يمكن ما مندرسها لسه بالكوليج انت بدك تروح تدور وتشوف مثلا اذاك واحد من بلد معين وقال لك انا متهد لاني انسان هستري بإضطهاد المثليين مثلا اوشي وتاخدها كأكزامبل في الدفاع عن الزبون تبعك مثلا اوشي فيا متطلباتها كتير بس بالنهاية هي مهنة ممتازة للي بيحب يساعد وللي بيحب انه يكون يشوف اثر شغله وخدمته على الناس اللي هي فعلا بتكون محتاجة لهاي المساعدة ارا باسم كنار تيبي بشكرك جزير بشكر جميع من شاهدنا هبا كانت اليوم بري اكتف لانها يمكن بدأت في هذا المشوار ايضا فبتمنى لك وبتمنى لها وللجميع طبعا كل الخير والبركة يعني اشكركم جميعا على مشاهدتكم على الكومنت ان شاء الله بتستفيدوا من هاي الحلقة والحلقات القادمة في موضوع مسار مهنة حابب بس اذكر في النهاية زي ما حكت أستاذة صابرين انه مستشار الهجرة هو ليس الساحر او ليس بصاحب المعجزات هو شخص يقوم بعمله يرتب فايلك بساعدك على تعبئة الفايل او تعبئة الطلبات كاملة بحيث انه يكون ما فيها اخطاء ويبعتها على الحكومة او لوزارة الهجرة وهي اللي بتدقيق الموضوع اذا في اي اشي متابعات معهم ولكن هذا هو اهم وظيفة له وطبعا اذا في مشاكل اخرى زي ما حكت مع الهجرة بده يتابع بده يبشي لك اوراق لكن الموضوع هو ليس بيده العصاص السحرية فاذا انت فايلك خمسة حكو لك انه ما بنفاع ما تضحك على حالك وتخنع حالك انه فايلك حينفاع لها اللي حكى لك حينفاع ما انا هضحك عليك يعني هذه قد تكون رسالة حبي نوجهها لكثير من الناس لانه فعلا الناس انضحك عليهم من هذا المبدأ الصادق اللي حكى معاه ما بدي نصب عليه قال له ما بنفاع لكن هداك قال له او يا ظلم هات الفلوس وخلص وعي وجه الضيف فانتبهوا من الموضوع زي ما حكت برضه الأستاذة سابرينا تأكدوا من رقم مستشار الهجرة على ICRCC اللي هو ICRCC اللي هم ICCRC ICCRC اللي هم منظمين ل المستشارين الهجرة بكتب لك كل شي عنه إذا اكتب مش اكتب إذا بشتغل ما بشتغل نتمنى لكم كل الخير لأي واحد بده يختار هذه المهنة إن شاء الله ربنا يوفقه ويعطيه ألف حافية بذكركم بحلقة اليوم مساء إن شاء الله هتكون مع الدكتور أحمد أحمد هنتكلم عن موضوع الحساسية الحساسية والفود انتولرانس شو الفرق بينهم وكيف الناس بتخربط بينهم وشو ممكن يستفيدوا شكرا يا هبة حطت لنا إياها ICCRC شكرا لكم شكرا لها هبة وشكرا إليك يا أستاذ سابرينا العفو صوت العرب من كندا نقولكم نراكم على خير قريبا إلى اللقاء